بروح معكم إلى مجلس حياة أهل الطائف قديما حيث خصص عبدالله القرشي جزءا من منزله وصمع بطريقة تراثية ليعرف الجيل الحالي بالحياة القديمة لأهل الطائف تفاصيل أكثر مباشرة مع بها عسكر مساء الخير بها مساء النور مجاهد لك ولكافة مشاهدين الكرام ويا مرحبا ترحيب المطر يعني مجاهد أهل الطائف يشتهرون بهذه الجملة الترحيبية حينما يرحبون ويكرمون ضيوفهم عند القدوم إليهم أنا الآن كما ذكرت مجاهد في أحد المجالس منزل العم عبدالله بن عطية القرشي هذا المنزل خصص جزء منه في طريقة تحاكي التراث القديم للمجالس القديمة التي كان يتم فيها استقبال الضيوف وإكرامهم طعم هذا المجلس بعدد من المقتنيات القديمة التي تحاكي التراث القديم كل الشعوب تسعى دائما لتعريف بتراثها وخاصة للأجيال الحالية والأجيال القادمة كي يتعرفوا كيفية كانت الحياة أو كيف كانت طبيعة الحياة في تلك الفترة من الزمن فنحن في هذا المجلس ما شاء الله مجلس عامر ومعنا العم عبدالله بن عطية بن حماد القرشي نقول لك مساك الله بالخير وإهلا وسهل الله بالنور وإهلا وسهل عياكم الله ونقول لك صراحة أكرمتنا بأننا شفنا هذا المجلس الجميل اللي حتى طريقة بناءه عاملها بالطراز القديم الحمد لله شكرا لزيارتكم وشكرا لزيارة القناة الأولى يعني هذه الطريقة القديمة ما شاء الله انت حتى السكف عاملوا من الخشب والجدران يعني كأنها من اللبن نعم بصنوع نعم بالطريقة القديمة نعم طيب أشرح لنا عم عبدالله هذا هذا يعني إيش كان يسموه للطايف القديم الشنطة الشنطة نعم جميل يعني إيش كان يوضعه فيه زمان الملابس والحاجات كلها حقة القدام نعم يعني مثيل بالدولاب تقريبا الحاجة نعم نعم بديل الدولاب ما شاء الله وهذا كالفرش يعني فرش قديم هذا مشداد البعير ما شاء الله هذا يحطوا على البعير ويحطوا الحاجات فيه ما شاء الله واللي تحته هذا مخزل للحبوب واللي على الأرزاق يعني كان هالزمان يخزنونا الحبوب من الشعير والحب وكذا نعم كله كان يتخزن هنا هذه يعني ما هي غريبة على الناس يشاهدونها في المسلسلات عادة يعني مسلسلات القديمة هذه سموها الضبية أو الحسكول أو حطم فيها الأغراض بتاعها ما شاء الله تبارك يعني أنا العاجب لي حتى عم عبد الله الشبابيك عملتها بالطريق القديم وبالطراز القديم نعم نعم لها مسمى كان زمان هذه الشبابيك سموها الشباك من زمان نفس الطريق لها مسمى حتى التطعيم هذا اللي عليها مثلا بالنحاس التطعيم هذا نعم قديم هناك شي اختص بأهل الطايف ولا كان منتشر يعني في المحلة نعم اختص بأهل الطايف كان اختص بأهل الطايف طيب نبغى نقدم هنا كمان هذه الزاوية شايف ما شاء الله يعني زاوية العطور هذه عطور قديمة عطور قديمة كان أهل الطايف ما شاء الله لا قوة إلا بالله المجلس عادة هذا الفرش يعني كانوا يسمون اللي يجلسون عليه هذه طراحة سمو طراحة واللي خلفها هذه المساند اللي هي بالطرف مساند الطرف نعم واللي فوق هذا هذا الملف يسمو الملف ماشاوال أقوة إلا بالله الحمد لله تبارك الله يعني أنا أنا مبسوط حتى ما شاء الله الصغار لابسين يعني لبس اللبس القديم والضياف القديمة كانوا يقدموها الأبناء في استقبال الضيوف وكذا نعم نعم يستقبل الضيوف المباخر والجاوة وكل حاجة ماشاوالله أي والله الحمد لله فيه العم راشد القرش يشاركنا يعني هو ابن عمك وشايفه أنا هنا في المجلس مساك الله الله يسعد مساك حياك الله وحيا الله القناة السعودية اللي دائما مواكبة للماضي والحاضر طبعا يمكن الأستاذ عبدالله قدم لكم الشيء الكثير ما أنا إلا يعني إضافة بسيطة طبعا هذه المجالس سيما أنت شايف هذا يحاكي تاريخ قديم يحاكي تاريخ في الجلسات في الملابس في الأثاث في جميع ما تحتوي لماذا يعني عمل هذا المجلس عمل لتثقيف شبابنا الحالي والقادم إن شاء الله نحفظ تاريخ نحفظ تراث نحفظ ثقافة لأن تعرف الطائف يعني مدينة موجود فيها العديد من التراث والثقافة والفنون الشعبية والأدوات اللي موجودة في أشياء طبعا تخص الطائف ما تخص أي مدينة أخرى غيره ما شاء الله يعني في مجالس قديمة كانوا يستقبلوا فيها الضيوف يعني هل المملكة العربية السعودية أهل كرم وهل الضيافة طبيعي طبيعي هنا في الطائف في الهدى تحديدا مجالس جميع ما الضيوف اللي يجوا للطائف دائما يحتفلوا ويحتفى فيهم ومن كرمهم أهل الطائف في مجالسهم أنه عادة ما يقال عليه السمن والعسل والملال والأقراص حتى السمن زي ما تلاحظوا كل هذه ما نسميها الزبادي موجودة تخدم ينزله مصروفه قدام عينه الحاجة اللي تغلى عليه أغلى ما عنده ينزلها الضيفه كان يسموه مواعين يسموها طبعا المواعين أو المخازن يسموها على الشبحة ما في حاجة اسمها بره الشبح هذه تسمى القاعدة اللي ترس فوقها الأواني اللي مملوئة بالمصروف المنزلي حتى لو تنظر الآن في بعض الأشياء اللي موجودة تاريخيا عندنا الحاج لما يحج لازم يجيب حاجة اسمها الحنبص والحلويات اللي موجودة فبالضبط هذه الأشياء لازم تنزل هذه في الرحوبة الأطفال والعوائل هذه الأنواع طبعا من أول أي حاج يروح الحج لازم يجيب هذا النوع لأنه خلاص حجيت لازم تجيبه يعني غصبا عنك حتى لو يمكنه هذا يسموه الحنبص ويسموه الحلويات القديمة هذه موجودة حاليا إلا نوادر لكن هذه موجودة زمان كانوا يستخدموها كانت الطفل يعني هم يعطوها للأطفال زي كذا ويمسك الطفل أتفضل أوقف أوقف معنا بطل اسمك إيش؟ أصيل أصيل هذا زي أصيل كذا يمسك والثاني يوزع وكل واحد يأخذ وزعه في شمره على ملابسه فتكون هذه موزعة هذه أجمل هدية يقدمها الحاج لأصحاب قريةه فهذه القرى طبعا يعني قرى قريش قريش يعني معروفين في الضيافة من القديم ولا يعني نقص في بقية القبائل لكن هذا التراث خاص بقبائل قريش ما شاء الله أعطيك العافية عمر راشد والجميع